هي حرب على البشر والحجر حيث لا يفرق الاحتلال الصهيوني بينهما على الأرض تتضح أكثر طبيعة الأهداف التي شاملت بنك الأهداف الذي تحدث عنه الاحتلال أكثر من 525 منشأة اقتصادية من بينها 60 مصنعا دمرها العدوان على غزة بحسب المرصد الأورو متوسطي والذي تحدث عن تدمير واسع وأضرار جسيمة خلال عشرة أيام فقط من العدوان خطورة هذا الرقم تنبع من الوضع العام لقطع غزة الذي لم يتعافى بعد من أثار العدوان الأخير الذي تعرض له عام 2014 بما في ذلك المحل والمراكز والأبراج التجارية خصوصية المناطق التي توجد فيها تلك المنشآت لا سيما المنطقة الصناعية الشرقية غزة والتي أقيمت بموجب اتفاقات بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي لم تحمها من القصف الممنهج ووفقا لتقديرات الجهة الحكومية في غزة فإن أجمالية الخسائر المباشرة في المنشآت الاقتصادية والتجارية من جراء قصفها بلغ 27 مليون دولار أمريكي على الجانب الموازي تضررت البنى التحتية التي تخدم هذه المنشآت لا سيما شبكات الصرف الصحي والكهرباء والطرقات والاتصالات حيث بلغت التقديرات الأولية للخسائر أكثر من 243 مليون دولار على المستوى المجتمعي لن يتمكن أصحاب المنشآت الاقتصادية من تعويض خسائرهم لا سيما أن كثيرين ممن تضرروا في الحرب على غزة عام 2014 لم يتحصلوا على تعويضات مالية بعد لكن الغاية الأساس كما يرى الخبراء الاقتصاديون من هذا القصف الممنهج هو تدمير ما تبقى من الاقتصاد في غزة المثقلة أصلا بتباعة جائحة كورونا وتداعيات الحصار الاقتصادي الخانق المفروض عليها منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر